يأتي إطلاق البرنامج بهدف تدريب وعداد الشباب الإماراتي وتأهيلهم للانضمام لفريق إدارة الأطفاء في كل من مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوب وهذا الفريق يعتبر واحد من أكبر إدارات خدمات الأطفاء في المطارات العالمية وكما يهدف هذا البرنامج إلى تمكين الكفاءات الإماراتية الشابة من الاندماج في الحياة العملية وتعزيز قدراتهم وكفاءاتهم المهنية في قطاع الطيران باعتباره واحد من أكثر القطاعات الحيوية في الدولة ونحن في نهاية المطاف نسعى إلى تشجيع أبنائنا الإماراتيين من خرجي المدارس على انخراط في مهمة أو مهنة إنسانية بالدرجة الأولى وصقل مهاراتهم ورفع لياقتهم البدنية والصحية بالإضافة إلى هذا الشيء المهم يعني رفع قيمة رجل الأطفاء في المجتمع وهذا يتيح لهم إحداث تأثير ملموس في تحقيق الأهداف التنموية للدبي على المدى الطويل مع التعكيد أن هذه المهمة أو المهنة من الوظائف الحيوية التي ستوفر لهم العديد من فرص التطور على الصعيد المهن يجسد البرنامج خطوة إضافية في إطار حملة التوظيف التي أطلقتها مطارات دبي لاستقطاب الدفع الجديد من الشباب الإماراتي للانضمام إلى برنامجنا التدريبي المكتف وبما يتماشى مع جهودنا المتواصلة لدعم جهود التوطين في الدولة وإعداد جيل المستقبل وتمكيل كفاءات المواطن الشابة وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم للعملية من خلال الانضمام إلى فريق العمل في أكثر المطارات الدولية ازدحاما في العالم ندعو أبنائنا والشباب للإماراتي لنضمام إلى فريقنا عالمي المستوع ليكونوا جزء من خط الدفاع الأول لبوابة الدخول إلى دبي ويساهمون في ضمان سلامة وأمن ملايين المسافرين القادمين والمغادرين عبر مطاراتنا وأقول لهم المسؤولية كبيرة لكن نحن على قناعة بأنهم قد المسؤولية السلام عليكم وإياكم عبدالله عيد بلوشي من مطارات الدبي منظر في طفاي الشيء اللي شجعني أن أنضموا إياهم في مطارات الدبي أولاً خدمة البلاد ثاني شيء كأحب أساعد الناس وأحب المجال للطفاء أنا انضميت البرنامج عام 2021 كبداية التدريب فبداية الشيء اللي حفزني أني أحمي بلادي وأحمي متلكات الدولة فبداية انضميتوا إياهم وتعلمت شفت التدريب كيف ووائد أشياء شفتها وتعلمت عنها فثاني شيء الحين أنا خلاص انضميتوا إياهم في التدريب فحالياً أنا من ضمن الفريق الفريق الإطفائي في مطارات الدبي لحماية المنشآت والحماية الأفراد المجتمع كلها فأنا سعيد أني أكون اليوم تواجد في هذا المكان لأني أساعد الناس وساعد المسافرين والملايين اللي يدخلون في الدبي فأنا موجود هنا لحماية المجتمع البرنامج كان مكثف وشامل وساعدنا أن نواجه أي طارق يصير في أي وقت تتمتع مطارات الدبي بواحدة من أكبر إدارات خدمات الإطفاء في مطارات العالم وجه كلامي لأخواني الماراتيين أن ينضمون إيانا لفريق العمل ويساهمون في حماية بوابة الدخول للدبي الأساسية هي المطار ويعد العمل في مجال إطفاء الحريق وساما وشرفا لكل شاب إماراتي وحلم وشرف لي أني أكون من ضمن هذا الفريق وساهم في حماية المسافرين الملايين اللي يون الدودة ترجمة نانسي قنقر